بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون عنوان افكر حضراتكم ان دي الحلقة التالتة في سلسلة التغيير اتكلمنا في الحلقة الاولى على ازاي الانسان ممكن او يعني اتكلمنا على التغيير مفاهيم فيه ان التغيير ممكن والتغيير محتاج صبر ومحتاج وقت ومحتاج مجهود ومحتاج تدرج واستمرار وفي الحلقة التانية اتكلمنا على دور الانسان في التغيير طبعا علي دور وفاكرين القصة بتاعة الشاب اللي كان بياخد مخدرات والدكتور اتصل بالكنيسة وقال ما تساعدهوش قال لما يكون هو عاوز يتغير فالحقيقة دي نقطة مهمة قوي واتكلمنا الانسان اللي بيكون رافض وعنده حافز بيشجعه وعاوز يفرح قلب ربنا ولازم يجاهد بكل قوته علشان هذا التغيير النهاردة بقى الحلقة جميلة قوي لان بنعمة ربنا هنتكلم على ايه بقى على ربنا نفسه يعني طبعا احنا لا ننكر ابدا 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 دور الانسان بس دايما لما نيجي نتكلم على ربنا الكلام بيبقى لطيف لان بنستحضر صورة رب المجد يسوع المسيح الى ازهاننا ونقول كده المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ومدام المسيح قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئ يبقى زي ما تكلمنا على الجانب الانساني والجهاد لازم نتكلم على عمل الله في التغيير من اكتر النصوص في الكتاب المقدس اللي بتتكلم على عمل الله في التغيير حزئيال 36 وحزئيال 37 حزئيال 36 ده كلام مباشر من الله عن التغيير وفي ازئيال 37 عبارة عن رؤية ربنا خلى حزئيال يشوفها ويعمل معا حوار عن التغيير تعالوا الاول نبتدي كده على حزئيال 36 ونشوف ربنا قال ايه هيعمل ايه بقى في التغيير هيعمل ايه في التغيير المفروض طبعا يكون عند الرغبة وعند الارادة وعند الجهاد بس بقى التغيير بقى يعمله الجراح الكبير ربنا ضابط الكرس اللي قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا وخلي بالكم ان دايما كنيستنا متزنة عمرنا ما نقول ان التغيير على الانسان من غير الله وإلا كده بيبقى بننكر النعمة وبنركز على الجهاد وعمرنا ما نتكلم على النعمة ونركز الجهاد لان لا دا صح ولا دا صح اللي اتنين مع بعض تعالوا نتكلم تاني في النقطة دي تعالوا شوف بقى ربنا هيعمل ايه قال كده ناخد الاية ربنا كده قال انزع قلب الحجر واعطيكم قلب اللحم انت عاوز تغير اه وحسس ان قلبك دا قلب حجر فيه امراض كتيرة قوي فيه كراهية فيه عدم محبة فيه غيرة فيه حسد فيه ديء فيه غيز دي كلها امراض مش باينة بعرف اركب على وش مصك او قناع يخفيها لكن جوايا فيه متعف في قلبي قلبي مش ناقي قللك بقى اذا كنت انت مش عارف تغير قلبك بس انت عملت اللي عليك وحاولت بكل قوتك ومسكت في كلمتي وابتديت تقرأ كتاب المقدس وتصلي وتصرخ كل يوم لرب لي انا عشان تتغير انا بقولك انا بقى اديك القلب اللحم دا يعني انا خلي بالكم الانزع قلب حجر واعطيكم قلب لحم يبقى اول حاجة بيعملها ربنا في التغيير انه ينزع ويعطيه يشيل حاجة ويحط حاجة يشيل سبع شياطين من مريم المجدلية عمرها ما كانت تقدر تطلحهم من نفسها وديها قلب كل خدمة وكل حب وتتبع المسيح فاصعب اللحظات حتى الى الصليب وتتبع وتكون اول وحدة تسحى الصبح علشان تودي حنوط القبر تباك يا مريم اتغيرت كده ازاي قالت انا حبيت وكنت بحب وكان نفسي بس هو الحقيقة اللي غيرني هو اللي غيرني فانا علي دور والنعم عليها دور الانسان عليه دور وربنا عليه دور اول حاجة ربنا بيعمل ايه بينزع وبيعطي نفس القديس اللي ماشي معنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا القديس موسى الاسود ربنا ينزع منه القلب القاسي ويعطيه قلب حنين مش قادر يدين وبقى رجل بكاء ورجل دموع ورجل تعب الله ده بقى حاجة عجيبة او يا رب يعني فعلا يا رب الكلام عنك مريح للنفس اوي ويدين رجاء انك انت تقدر تعمل كتير يقول انتو نسيتوا الاية ان انا اقدر اخرج من الاكلة اكلا ومن الجافي حلاوة الجافي اللي هي يعني سوري اللي يسموها الرمة بتاعت الحيوان الميت انا ممكن اطلع من رمة عسل نحل انا ربنا اقدر يبقى اول حاجة بيعملها ينزع ويعطي ينزع ويعطي لان انسى ان فيه شاب امين جدا انا مش عارف هو في اي بلد دلوقتي بقى لي كتير مش شفتوش وانعارف ان هو خارج مصر كان بيقول لي ايه بيقول لي ان مرة من المرات كان فيه اب كاهن يعني هو فهم الكاهن غلط او الكاهن ظلم وانا مش فاكر القص بس هو من جواه شال من ابونا اوي اوي وبعدين كل مرة يتناول وتصادف انه بيتناول مع ابونا اللي في القدس ده يبقى ضميره تعبه فبيقول كنت بصلي كل قدس بدموع ودخلت في الليتي وقلت له بص بقى كل قص كل ازاط الغفران سمعتها كل ازاط تسامح سمعتها كل اللي هيتقال عننا غلطان اننا مش عارف باسامح انا عارف يا رب بس فيه حاجة عايز اقولها انا مش قادر يا رب اخف من جواه يا ابونا ومداي بس جات لي فكرة ده هو بيحكيلي بقى ولي جات لي فكرة يا ابونا قلت له ايه الفكرة دي قال لي بقيت اعمل مطنيات واصرخ لربنا وقل له انا مش بطلب انك تغير قلبي وتخليني اسامحه واحبه انت تعلم قد ايه انا بحب اب اعترافي ومتعلق به ارجوك يا رب ارجوك يا رب من كل قلبي ادييني نعمة اننا لما شوف ابونا ده ابقى فرحان به واحضنه بحب وانا هتجاثر وقولك انا عاوز احبه اكتر من اب اعترافي بالعقل يا رب اللي انا بطلبه منك مستحيل اب اعترافي اللي مربيني كده من وانا بشرط ده مفيش بقى زي وبموت في لكن انا بقولك اديني وهفضل مصير رغاية لما تديني ودي حتة بقى فيها نعمة وجهاد هو فضل يصرخ لربنا يعني جهاد فضل رافض حاله ده اللي قلنا على المرة فاتت ان التغيير عاوز رافض فضل رافض حاله انه ما بيحبش كان ممكن يبرر لنفسه ويقول ابونا هو السبب هو اللي خسرني هو فيه اب بيعمل كده لكن الحقيقة الشاب ده كان امين جدا مع نفسه لدرجة انه فضل يصرخ امام الله ويقوله ديني وبيحكيلي ويقولي يقولي كده يعني ان مع الوقت لقيت نفسي فعلا بحب محبة كأن الله جاء في احد الليالي وبصواب علمس قلبي وقال لي طلبتك وصلت وانا استجبت بقيت اشوفه يا مونة احس بفرح لا تتخيله ودايما وبقى على فكرة هذا الشاب بقى من اقرب المقربين لقلب ابونا وابونا بقى اقرب المقربين ليه حاجة جميلة قوي حاجة جميلة جدا ان الانسان يرفض ويجاهد ويصرخ ويقوله انت وعدت وقلت هشيل القلب الحجر واحط قلب لحم فانا يا رب بطلب منك هذا القلب اللحمي اذا انت ما دوتونيش انا مش عارفة غير من فضلكم فكل امراض القلب اللي هي فيها غيرة او حسد او ديء او غضب انت يا رب اللي تقدر تغير وتشيل ده وتشيل ده مش انت غيرت يا رب بطرس وغيرت قلبه اخدت وحطيت اخدت اخدت قلبي بيخاف اخدت قلب بينكر اخدت قلب خاف من خدام ومن خدام وايه ده لكن يا سلام اديته قلب قوي 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 ايه التغيير اللي حصل في ابونا بطرس ده ايه التغيير اللي حصل في شاول الترسوس لما انت ظهرت له وقلت له صعب عليك ان ترفص مناخس انت عارفت تغير كل دولة اللي كل الناس ما كانتش قادرة تصدق شلت حاجة وحطيت حاجة انت مش شلت مرض ورميته لا ده انت شلت مرض وحطيت بتاله صحة وهي ده معجزة التغيير اللي محدش يقدر يعملها اللي رب المجد يسوع المسيح يبقى اول دور لربنا في التغيير انه ينزع ويعطي اسمحولي نطلع فاصل ونكمل حلقتنا مع بعض بسم القاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنكمل حلقتنا في دور ربنا في التغيير اي حلو قوي يقولها ربنا كده برضو في حزقال ستة وتلاتين يقول من اصنامكم احرركم وده تاني عمل ربنا هيعمله من اصنامكم احرركم يعني ايه من اصنامكم احرركم اوقات الواحد قبل ما يتغير بيبقى فيه صنم في حياته فيه وثن في حياته بيحبه قوي 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 ناخد على سبيل المثال الفلوس مين ما بيحبش الفلوس كل ناس بتحب الفلوس انا فاكر مرة من يمكن من 15 سنة 20 سنة احد شركات المياه الغازية عملت مسابقة ان الناس لما هتبتح الغطى وتقشط كده لو رأت رقم معين او علامة معينة الجايزة الاولى 100 الف جنيه الجايزة الاولى 100 الف جنيه مش عايز يعني اقولكم قد ايه الناس بقت تشرب وتفتح وتدور باهتمام قوي طبعا ساعتها المية الف جنيه كانت تساوي مثلا اكتر من كده بكتير دلوقتي فده معناه ان الناس بتحب الفلوس ومس سهل ابدا ان واحد يسيب الفلوس اللي عنده والناس كلها بتتنكد لما انضيع الفلوس من جبهة لكن شوف المسيح يقول ايه من اصنامكم احرركم وهديكم حتة مثل واحد اسمه زكة زكة ده كان عشر وبتاع فلوس وبيحوش وبيفتن عن الناس عشان ياخد عمولة من الدولة الرومانية انا اخش حياته اعود معه عشوة بس عشوة واحدة اعود معه قعدة لو المسيح دخل حياتي هيقدر يغير فيه اللي مش ممكن يتغير فيقول له يا رب كده نص اموالي للفقرة وكمان يقول له اي واحدة كون غلط فيه او جبت له سجن او جبت له غرامة او بلغت عنه ارد له اربع اضعاف طب بس انت كده مش هتبقى لك فلوس خالص مش مهم الفلوس اللي طول عمري كنت بحبها بعد ما انت دخلت حياتي يا رب وغيرتني ما بقاش ليها اي قيمة نفس القصة تحصل مع الانبى انطونيوس واخوه نفس القصة تحصل مع الانبى بولا واخوه او الانبى انطونيوس لما ابوه توفى وقال له يا رب انت انت سبتها من غير ارادتك او سبت دوني من غير ارادتك انا سيب دوني باراتي وكل الفلوس بحه وحط اخته في دير العزارة الانبى بولا بقى اخوه بيتخانق معها على مراثه ورايحين شافوا واحد ميت قالك لأ ده درس ربنا بيدولي انا مش عاوز يبقى ربنا يقدر يغير ربنا يقدر يغير نمر واحد قلنا النقطة لو نيشيل حاجة ويحط حاجة مكانها في المثل التاني ان ربنا بيقدر يحطم الاوسان احرركم من اصنامكم من اصنامكم احرركم انا عندي صنم كبير اوي اسمه الزات الزات ده يعني انا كبير وعاوز افضل كبير وحب الناس الدين الكرامة وازعل اوي من اللي ما يعبرنيش وازعل اوي على اللي ما اعزمش علي وازعل بحساسية وازعل بحساسية وازعل بحساسية بالاخر خالص يخش المسيحياتي وقوم ما يخش المسيحياتي الاقي صورة مش قادرة تفارق ذهني ان المسيح نزل ووطى علشان يخسر رجلين تلميزه الاقي في حاجة جواية بتتكسر في حاجة بتكسف منها بقى معقول يكون الهي بيخسر رجلية وانا بطالب بكرامة اكسر اصنامكم يبقى المسيح عمل حاجتين مرة واحد الينزع ويعطي يعني شال حاجة وحط حاجة وكل الاصنام اللي جواي اللي بحبها ومش قادرة كسرها يكسرها وصدقوني صدقوني انا شفت كده بعنية عندي ناس كتير قوي هذا التخير بيحتوا استحياتهم لدرجة ان فيه واحدة مرة جات وقالتلي يا ابونا ساعدني في قرار التحرر فقالتلي يا تحرر ايه مش فاهم قالتلي بس لو سمحت انت ايه صليه بس عارفين الانسانة دي فات وقت قليل قوي وجابت حوالي كيلو ربق دهب قالتلي انا طول عمري كنت بعبد الدهب ده دهب من امي ورسته دهب ابويا جابهولي دهب جوزي جابهولي دهب انا حوشته وجبته بس المسيح الدني طبعا ده عمل اعجازي ان واحدة جيب الدهب اللي وزنه اكتر من كيلو ويقدمه لربنا مشروع من مشروعات الكنيسة طبعا ده تغيير محدش يقدر يوصلوا بعقله ما لم تكن نعمة ربنا العاملة الذي يحرر الانسان من اصنامه اخر نقطة نتكلم فيها فعمل الله في عملية التغيير ان ربنا بقى يقول في حزئيال 37 كلمة حلوة اوي 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 يقول اوعد شك لحظة واحدة في قدرتي على التغيير فجاب حزئيال وقال له تعالى حزئيال فرجك على حاجة ايه ديت قال له دي بقعة يعني هو الجاب على حاجة كده تحتها حفرة قال له دي بقعة قال له شايف ايه قال له شايف هياكل عظمية وشوية ايه رمل وشوية طراب يعني هياكل وجماجم فقال له اتحيي هذه العظام انت رأيك ايه ممكن العظام دي تقوم تاني قال له انت تعلم يا سيد انا ما عرفش انا مقدر اتكلم وربنا هو اللي بيكلمني قال له طيب تنبأ بقى وقول شعب بني اسرائيل النبوة دي بتدى بقى تحصل حاجة عجيبة قوي صوت كده كركبة زي زلزلة صغيرة العظام دي بتدى تتجمع يعني اليد تتجمع حين جاب عند الكتف والرجلة تيجي بمكانها عند الفخت وتلاقي العظام دي بتجمع لوحديها وبعدين بقى كل هيكل عظمي عبارة عن هيكل عظمي كامل مش هوات عظم كده بكركب وبعدين ربنا كساها لحم ده كل ده في رؤية بيشوفها حزقيان وبعد اللحم ادها جلد وبعد الجلد يعني الجلد طبعا يمثل الجمال والإحساس وبعدين ادها عصب يعني ادها إرادة وبعدين نفخ فيها فا ادها روح فقامت هذه العظام الميتة اللي كان شوات كراكيب برمية في الصحراء وصارت جيشا عظيما عظيما جدا ربنا بيقول انا اقدر اعمل كده مش انا ادرت اقوم واحد ميت بقاله اربعة ايام اسمه العذر ادرت ولا ما ادرتش ادرت وده يرجعنا النقطة الاولانية ان المسيح قادر بس انت عايز المسيح قادر بس انت عايز المسيح عدة على واحد بقاله 38 سنة مشلول قال له اتريد ان تبرأ من ناحة القدرة انا اقدر اقوم العظم لكن انت كانسان عاوز تقوم ما يمكن الحقيقة تكون انت مبسوط قوي وعجباك الشحاتة وبدلة الشحاتة اللي انت لابسها ما انت قاعد ما بتعملش حاجة وصعبان عن الناس والرايح واللي جاي قاعد يلك درهم او اتنين درهم او كام فلس كده يرميهم حواليك مش يمكن تكون انت مستحلي الوضع لا لو انت مش مستحلي الوضع وبقالك 38 سنة مشلول يعني ما عندكش القدرة انت عارفين يا جماعة طبيا لو الواحد عمل عملية عظمه وقاعد فترة فيها بيحتاج حاجة اسمعها علاق طبيعي عشان يقدر يمشي صور واحد بقاله 38 سنة مشلول والمسيح يقول لي قوم وشيل سريرك يقوم وشيل سريره دي موجزة عجيبة قوي قوي انت عاوز اتريد انت عاوز انا هعمل علي طبعا ده ما يلغيش الدور الانساني اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت انك ترفض وانك انت تحاول وتجاهد ويكون عندك حافز متمسك بيه عشان الاكليل بتاعك ما يضعش منك انت اعمل اللي عليك وربنا هيعمل عليه وعادة كده من غير مبلغة اللي مطلوب مننا قليل قوي قوي مقابلة باللي هيعمله ربنا تحياتنا بس اللي نعمله نعمله باهتمام ونعمله ب بجدية ونعمله بعرق وربنا اكيد هيغير لو انت عاوز تتغير اوعى تفقد رجائك في المسيح اقول نصيحة طول ما انت بتتناول واول ما ابونا يحط الجسد في بؤك قول كده فتحت فمي واكتذبت لي روحا ارجوك يا ربي باستحقاقات جسدك المقدس اديني يا ربي ان انا اتغير وانمو في محبتك وانمو في معرفتك ربنا يديني ويديكم ونتغير كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الابد اشتركوا في القناة